حلم الأمير والشاعر السعودي خالد الفيصل ببطولة تجمع عرب الخليج حولته البحرين إلى واقع عندما نظمت النسخة الأولى من الدورة عام سبعين بمشاركة أربعة منتخبات فقط هي البحرين والسعودية وقطر والكويت التي توجت بالبطولة وتربعت منذ ذلك الحين على عرش ألقابها ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة بالكويت إلى ستة قسمت إلى مجموعتين حيث توجت الكويت لثالث مرة على التوالي واحتفظت بالكأس الأولى إلى الأبد في قطر عام ستة وسبعين انضم العراق لأول مرة إلى ركب المشاركين في النسخة الرابعة يومها توجت الكويت باللقب لرابع مرة على التوالي كما توجى جاسم يعقوب هدافا للبطولة بتسعة أهداف وبات منذ ذلك الحين الهداف التاريخي لبطولة الخليج بثمانية عشر هدفا في النسخة الخامسة ببغداد خرجت البطولة لأول مرة عن الحدود الجغرافية لدول المنشأ وفيها كسر البلد المضيف الاحتكار الكويتي لألقاب البطولة ظل المنتخبان الكويتي والعراقي يتبادلان التتويج حتى النسخة العاشرة التي نظمتها الكويت عام تسعين وفيها اعتذرت السعودية عن المشاركة وانسحب العراق في منتصف المنافسة كما توج الأزرق بسابع ألقابه استبعد العراق من الدورة اعتبارا من نسخة قطر 92 والتي شهدت كسر البلد المضيف الاحتكار الكويتي والعراقي للقب وتتويجه بالكاس لأول مرة ثم لم تلبث السعودية أن تتوج هي الأخرى لأول مرة في النسخة التالية في الإمارات عام 94 وبعد غياب أربع سنوات عادت الدورة من جديد ونظمت السعودية الكاس الخامسة عشر عام 2004 وتوجت بلقبها للمرة الثانية على التوالي النسخة السادسة عشر في الكويت شهدت أول ظهور لليمن وفي نفس العام نظمت قطر النسخة السابعة عشر بتصميم جديد للكاس مع عودة المنتخب العراقي للمشاركة ليرتفع عدد المنتخبات إلى ثمانية لأول مرة منذ تدشين الدورة النسخة الثامنة عشر عام 2007 شهدت تتويج الإمارات مستضيفة البطولة باللقب الخليجي لأول مرة لحقت بها عمان في النسخة التالية عام 2009 على أرضها وبين جماهيرها الخروج الثاني للبطولة عن حدود دول مجلس التعاون شهدته نسخة اليمن عام 2010 وفيها استعادت الكويت الوصول بالكاس للمرة العاشرة في حين توجت الإمارات باللقب الثاني في خليجي 21 قبل أن تتوج قطر بالكاس الثالثة في خليجي 22 بالرياض قبل نحو ثلاثة أعوام من اليوم